كنت بتكلم مع حضراتكم مبارح فيما يخص سوق الانتقالات في مصر والحركة اللي باقت فيه صعبة شويتين ثلاثة بسبب انه بقى فيه جنبك سوق انتقالات قوي جدا ينافس عنده أوروبية ما بقى لك انت في مصر هتبقى المنافسة عاملة ازاي ابتكلم على سوق الانتقالات او الحركة حركة السوق في اللاعبين بالنسبة للدوري السعودي تسمعوا عن اسماء كبيرة تسمعوا عن عروض كبيرة للعبين المصريين عروض خيالية تبدو كأنها بالنسبة للدوري السعودي عروض أقل من اللاعبين اللي بيشتروهم من أوروبا ولكن هي بالنسبة لنا هنا هي عروض ضخمة جدا مثلا بتتكلم في حسين الشحات ممكن يكون القاري بتفاوض معاه من 12 ل 15 مليون جنيه في الموسم بسهولة كبيرة ممكن تلاقيه في الدوري السعودي مع أحد الأندية السعودية بياخد حوالي 3 مليون دولار يعني بتتكلم تقريبا في 90 مليون جنيه فالفارق هيفضل كبير الفارق هيفضل لخم مهما علت الأندية في مصر مش هتلاحق أبدا على اللي بيحصل فيه الدوري السعودي في الوقت الحالي طيب ده تأثيره ايه على سؤال الانتقالات في مصر نتعامل معاه ازاي ايه إيجابياته وايه سلبياته نفهمها أكتر من واحد من أبرز الناس اللي بتشتغل في وكالة اللاعبين في مصر هو الاسم الأبرز يعني تقريبا كابتن نادر شوقي كابتن نادر مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا كالعاد كريم ازايك عامرية وحمد الله على السلامة من المغرب الله يسلمك أخبارك ايه كله كير كله كويس بالمناسبة المغرب أنا كنت شافك على السوشيال ميديا أفراح ولا يلي ملايح طبعا ده يكيد ده الحاجة بتصارف مصر كلها انت بتفرح كلها ده يا عامر كريم ايوه بالضبط كده كلها كنت فرحين بالقال الحمد لله الحمد لله ودائما يارب طيب أنا كنت بفاتح الموضوع ده اللي انت سمعتني باتكلم عنه وتأثير فكرة انه احنا جنبنا على طول في الدولي سقودي احنا كنا دايما نتحدث ان السوق في الخليج بيبقى سوق صعب جدا لمنافسة فيه ماليا مع مصر ولكن الامور دلوقتي كمان وسع يتقوي الفاتح يتقوي بالنسبة لي الأرقام والأسعار ازاي نتعامل مع عائزة الوضع لا اولا كويس انت تعرف حجمك هي حاجة كويسة اوي يعني بالعكس اللي بيحصل ده هي حاجة كويسة عشان انت معارف حجمك ايه وعارف ان انت مهما تحط فلوس انت ما تتقرنش بالفودكت اللي جنبك والقصة مش قصة فلوس لازم تبقى فاهم حاجة زي كده مش تعرف تكمبيت او مش تعرف تجاري كويس واي واحد هيكون بلعب في نادي كبير ووعده بيخلص اكيد هي ممكن يجيلوا حاجة بس انا عايز اقول لك حاجة مهمة يا كريم بان مش اي حد هكون فيه هيتخذ في السعادية انت راجم تفهم انت فين وما تقرنش نفسك ان انت لسه من خمس سنين ولا خلات سنين ولا حتى سنة انت بعيد كل البعض فبالتدي لو حد بيخلص عقده وفكر نوع هيتخذ في السعادية عشان اسمه لا انت مش سقم واحد ولا لقام اثنين بان السعادية بتبص على حاجة ثانية خاصة انت بقيتش في الرادار بتاعها انت في الرادار في ناس معينة اوي وليه الا اوي ومش في اول الصف انت لسه في اخر الصف كيف ده ده وجهة نظر انا الشخصية اما انت النهار ده انا عايش انت اعقلها يا كريم بس والناس دي مش لها جمهور يعني مش كل النادي في السعادية لي جمهور طبعا اما نادي روح جايب لك بنزيمة وروح جايب لك ارهام اثنين طبعا هل الجمهور التاني بقى هروح مستاني واحد فيه عشان اسمه مع نادي كبير في مثلا في مصر ولا حيجيب واحد اسمه اكبر من نادي التاني عشان يبسط جمهوره وبعد كده بقى يخلص الحاجة دي بقى يجيلك انت انت خم انت فيه عشان بس ما يجيلكش يعني حاجات مصطحة او هلاوي بس انا كنت بتكلم كنت بتكلم نادر في قصة مهمة جدا انه انت بتتكلم دلوقتي انه حسين الشحات مسا ممكن يكون جايله عرض من السعادية بتكلم في حمد الشناوي بتكلم في حمد فاتحي خلص خلص او بيخلص مع الوكرة القطري فانت بتتكلم في ارقام كبيرة جدا الاندية في مصر هنا بتتكلم على الاهلي عز مالك حتى لو انت بتتكلم في عدد قليل هو اللي ممكن يطلع للخليج دلوقتي بس في كل الاحوال هو ده قوام اساس للفرق يعوضو ازاي يتعاملوا مع الوضع ده ازاي مش عارف يعوضو مش عارف يعوضو لا طبعا يا وضع فرق لا طبعا انت عندك اتميزة لأسف ومش ميزة هو حطاف حتة سلبية ان اللعيب المصري كان فكر انه بياخد فلوس هنا اكتر فهو يحب يقعد فلوس جاي فترة كده اللي هي اخر خمس سرعة تنين بتهيلي ما حدش عازل يطلع اوروبا قول وما يجيلوا حاجة لنوبي وبضي هنا اكتر صح صح كيف فبالتالي انت مش عارف تلحق اوروبا عشان هتاخد اقل ومعندك شنت النفس الطويل زي محمد صلاحة وزي محمدية وزي الناس اللي عارف كتير فانت هتقعد هنا وتاخد على عدك وبش عارف توصل للسابق فانت هتقعد ما بين البنين هتتراقص ما بين الاثنين طيب في زاوية في زاوية اخرى او من زاوية اخرى ده مش ممكن يكون فرصة ان احنا كمان فكرة انه الفرق تغير جلدها كل شوية ان احنا نشوف لعبين ناشيين ان انت تبقى ماركت يعني مثلا هولندا معروفة في اوروبا مثلا انها ماركت بالناس بتروح تاخد منهم لعيبة حتى فرنسا ماركت الناس بتروح تاخد منهم لعيبة فانت تتقبل هذا الامر وتبدأ كل شوية تطلع لعبين واجيال مختلفة مش دي فكرة برضو ممكن نشتغل بها نتعامل بها مع الموقف الحاضر يعني والله يا كريم انا قلت لك في اول كلمة قلتها لازم تعرف حجمك صح وانا تعرف حجمك هتحك تعليق او تحك تتصرف لي هلازم يجيلك تاخد حلولة هنقول دي في الناشيين ده من زمان قوي انتهامل الناشيين هنلسه سامع مدخلة من نادي موجود في حد هيرعب ناشيين اعتقدك الناشيين ده اهم بكتير او من خلص دي اخيبات النسي بقى فاهمة صح يا كمان احنا احنا منفكر صح انت فكر بكرة لا ما فكرس بكرة فكر يعني يناس تفسه قدين فهي مرزم انت فوقت اقعد استنادي في الدوري بس ما هيكها تنزل انت عندكش ناشيين لانتوريدي كده ولا كده هتعتمد عن ناشيين والنادي اللي هيعتمد عن ناشيين هو اللي هيقيش في الدوري في مصر كلمانك صح لان انت ما عندكش وانت كلمانك برضو هو المصري مفلوش فلوس اقعد تفكر من الارقام اللي انت بتسمعها دي دي فلوس خضرة بقى فيش نادي في مصر بيدفع فلوسه كاس بقى فيش نادي في مصر بقى فلوس يقدر يدفع تلاتين واربعين ده بيقصدهم على الاربع سنين ويدخل ده ده وحاجات غريبة جدا فهي مصري فدي حاجة كويسة تاني عشان تعرف حجمك ايه بالزبط طيب في النواحة البدية فاهم طبعا ده ميقصرش على اللاعبين او افكار اللاعبين في الاحتراف في اوروبا يعني كده احنا خلاص فكرة الاحتراف في اوروبا دي بقى الناس هتبعد عنها ومش هتفكر فيها ومش هتكلمت اقلت واردي دقيت عشان عايزت بقى في مصر حشان تغيرت فوز في مصر صحيح فمع بالك بقى انت هتهزر عشان كده بقولك احنا يعني الحمد لله طيب الحمد لله طيب المفروض يعني متوسط الوقت هيبقى امتى يعني ان شاء الله نشوفه في الملعب امتى تاني. لا لا انت اكيد انت عارف انه يعني مسا فاتت العلاج اربع شهور خمس ست شهور سبع شهور بس ايدي النقطة انا عايز اعرف. اه في الحتة دي يعني. في الحتة دي لازم تدي الماكسوم عشان برضو ناخد راحتنا وناخد وقتنا. اه. 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 اه فهم. يعني مش مستعجل. هم مش مستعجل. لا طبعا. ما احنا بقى لأ مش هنستعجل خلص. استعجل ليه? اه هو اكرم اكرم كان عامل عملية امتى? وكان مفروض الوقت. جالي واحد شهر واحد. اه. اه. يعني ده ده في شهر ستة. يعني هتتكلم خمسة ستة ندامه لسه. على الورع يعني بالورع والقلم. اه. بقى له نايس له شهرين تلاتة. ده بالورع والقلم. الا اذا في حاجات جديدة هو حاجات اه هو يعني تهام قصلي. هو من تسعة سور. صح. مفيش حاجات من ستة سور. ده حاجات بقى تسعة سور. صح. سيدة سور دي تلاغت خلاص. اخر. دي تلاغت اه. اخر حاجة. اخر حاجة. اخر حاجة. اخر حاجة كنا بنبقى فرحلين دايما بنادر شوي اللي احنا بتشوف معه لعبين مصرييين موجودين في اوروبا. الموضوع ده خلاص مش هنشوفه ثاني ولا انت ناوي. والله يا ابني لو عندك لعيب عايزة لقى بره. انا عادي اتفرق زي زيك على فكرة. انا حاول اتفرق كلا بس احنا نوصل لثاني. اهو عاديل من اتفرق بلاص حاجة. اه يعني معلش نادر. هو انت بقى معاك لعيب مسلا. وتقول له جايب لك عرض اوروبا يقول لك لأ. لا يا رجل. لا والله عايز افهمها والله. والله بجد. لا والله بجد. لا والله بجدد. ما بيش والله. لا ما بيش ولا لعيب. تقول له والله انا جايب لك اوروبا. يقول لك لا والله يا نادر انا عايز اكمل هنا. كلهم. لا بقول لك الجديد بقى. بشوف لحاجة في خليج ازز او ازرف او اشهل. هو بيقول لك كده. اه يعني خلاص بقى الا اوروبا ليه نروح اولوبا طوامك الراحة صدق. انا عايز انا سفهم حاجة. انت بتبقى رايح لللعيب. تقول له والله انا جايب لك عرض من دولي الفليني اوفياني يقول لك لا لا مش عايز الكلام ده انا عايز افضل في مصر او اروح لشريك. لا بس انا اتعلمت زي ما اي حد بيتعلم. انا ببتحركش من مكاني غير مفهمة وعنده الرغبة ولا معندهش الرغبة. اه فهم. ومعا جدا. وحتى ما يعني ما بركزت على الكلام اللي بطلع من البور وببص في عينيه بس. هم. او بس. يعني تعرف انت مالك 18 سنة في الشهولين افهم. اللي قدامك بتعرف هو واعيز يعملي بسا. لا بس انت اللواتي. انت اللواتي تقبل للموضوع خالص انت مسودة خالص. يعني مفيش مسلا واحد بيجي لك. يبقى مسلا. تفتح انت تفتح انت. طب انا هقول لك بس. مفيش واحد بيجي لك زي حسام غالي محمد شوقي عماد متعب. الناس دي يقول لك. انا نفسي بقى اطلع في اوروبا بقى. نفسي بقى زي الاسماء ديت. انا نفسي بقى زي طبعا عشان منساش اسميها. مفيش حد خالص يقول لك يا نفسي بقى زيهم. على الاقل بقى زيهم. والله يا ريتي بقى عنده حتى فاهم جزء من طريق تفكيرهم وجاد عناسهم. مفيش بقى. لا لا فيه بقى. فيه تغيير جزري. بس مثلا يعني دايما مش هكذا بس اتساوي دي لك خالص. ايوة. بس بس لكل قاعدة شواز. نظري احنا بينا في الحتة دي بقى. يعني مش كل واحد هدف ونطلع اوروبا. اه يعني ما بيتش. ما بيتش. قادة اللاعبين عايزين يطلعها اوروبا. دي بقى استثناءات. بقى. اكيد في ناس هنطلع اوروبا. بس هما دول هتطلع. هما دول هتطلع بوراهم وحيوصلوا. لا مش هما. الناس اللي عايزين يطلع اوروبا. واللي المفروض يطلع اوروبا. عندهم سكة تانية هتلاقوها. وده حيضرينها بعد كده. صحيح. صحيح. فانت رازم يا زي ما انت بتعمل القوانين ان انت تخفز على. او ان انت يعني. فاهم اصلي. انت بفوت القوانين. انت تخلي الولاد بيطلع اوروبا. ما تخدوش يطلع حيكة تاني. ده عشان مصر بيطلع حاجة تاني. صحيح. صح. صح. موضوع سهل. يفوتوش حاجة صعبة يعني. صح. نادر انا بشكرك شكرا جزيلا على جرعة التفاول العظيمة ديت في بداية الحلقة. نادر شوقي وكيل اللاعبين محمد اهم. اللي لم يكن اهم وكيل اللاعبين في مصر. خبرات كبيرة واسم كبير في هذا العمل في مصر. بس حاجة بصراحة زعل. اه يعني. هو رأيه يعني. بحظر. او بحاول يعني اعمل نفسي مش شايف. اللاعبين في مصر يا جماعة. ما بقياش عندهم. مش كلهم. نتكلم على الغالبية العظمة. ما بقياش عندهم طموح اللعبة في اوروبا. هو بقى الطموح. انا هاخد كم. ااخدوا بقى في مصر. ااخدوا في الخليج. ااخدوا في اي حتة. بس بس فكرة ان انا اطلع في اوروبا. الهدف ده مش موجود.